وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري لسابق عهده جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام وفي اجتماع آخر اتبع رئيس سيسي الموقف التنفيذي لتطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية حيث وجه بأن تتكامل مدينة مصر للألعاب الأولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الأخرى اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق ووزير قطاع الأعمال العام المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر وقد قام السيد وزير قطاع الأعمال العام في هذا الإطار بعرض جهود إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في مدينة المحلة والذي سيتم افتتاحه خلال العام القادم حيث سيقع على مساحة 62 ألف متر مربع وسيضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرية الشركات العالمية كما أنه سيتعامل مع كافة أنواع الأقطان خاصة القطن طويل التيلة وفائق الطول بما يساهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية كما تم عرض جهود وزارة قطع الأعمال العام في تطوير تسويق منتجات قطع الغزل والنسيج على أعلى مستوى من خلال تأسيس شركة مصرية لأعمال التسويق والبيع وإدارة سلاسل الإمداد لكافة منتجات الشركات في قطع القطن والغزل والنسيج والملابس حيث اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثا من القطن المصري العالمي والتي تسويقها الشركة المصرية للأقطان جيبشن كاتون كما تم استعراض جهود وزارة قطع الأعمال في ميكانة منظومة تجارة الأقطان وذلك بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وصولا إلى تعميمها مؤخرا على كافة المحافظات بما في ذلك تطوير نظام مميكا لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع برصة السلع المصرية بما يضمن حسن الآداء وجودة التنفيذ وقد وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري لسابق عهده وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا المجال ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعة كثيفة العمالة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معايد وزير المالية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لتطوير البنية الأساسية والمنشأة الرياضية على مستوى الجمهورية ولتعظيم إمكانات مصر التنظيمية لاستضافة البطولات العالمية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية الخاصة بالمنشآت والاستادات والصالات وملاعب التدريب وأماكن الإعاشة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة للمطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة وذلك لتيسير زمن وسلاسل التنقل ما بين تلك المنشآت بما يعظم من قدرات مصر لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمي وفي ذات السياق تم استعراض المواقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث طلع السيد الرئيس على سير العمل في مختلف مكونات المدينة والتي تعد صرحا رياضيا ضخما والأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية خاصة مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطى لمختلف الألعاب الفردية والجماعية إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور كما تم عرض الهيكل التنظيمي والإداري المقترح للمدينة والمخطط الخاص بكيفية إدارتها وتشغيلها بالشراكة مع الخبرة العالمية الأجنبية في مجال إدارة المدن الأولمبية بكافة جوانبها مع ضمان تسيير العمليات التشغيلية والخدمية على أعلى مستوى بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزتها الحديثة وقد وجه السيد الرئيس بأن تتكمل مدينة مصر للألعاب الأولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الأخرى مثل مدينة الخيول العالمية مرابط ومدينة الفنون والثقافة وذلك لتكوين نهج ونسق رياضي وثقافي شامل يتناغم مع البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر بوجه عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريبية متنوعة وما يتعلق بها من خمات فنية ولوجستية مع التطوير للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة بما يعكس القدرة الواقعية الحالية لمصر على استضافة كبريات البطولات والفعاليات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية كذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضري والسياحي لمصر